بعد أن وصلت معركته القضائية إلى طريق مسدود عقب رفض المحكمة العليا دعاوى أولئة تاكسس قضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوما حافلا عبر تويتر وغرد ترامب قائلا معركتنا بدأت الآن وقال ترامب في تغريدة تالية الآلاف يتجمعون اليوم في واشنطن للمطالبة بالكف عن سرقة الانتخابات لم أكن أعلم بذلك لكنني سأتهبع وكان الرئيس قد عبر عن خيبة أمله قائلا المحكمة العليا خزلتني حقا لا حكمة ولا شجاعة وكرر ترامب عدم اعترافه بالخسارة قائلا لقد حققت فوزا كاسحا في الانتخابات لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت دعاوى رفعها المدعي العام لتاكسس كين باكستون ودعمتها سبع عشرة ولاية أخرى من أجل إبطال نتائج الانتخابات في كل من بين سلفينيا وجورجيا وميشيغن وويسكونسون وجاء في قرار المحكمة العليا أن تاكسس لم تظهر أي مصلحة معترف بها قضائيا في الطريقة التي تجرى بها ولاية أخرى أو التي تجري بها ولاية أخرى انتخاباتها وكان المدعي العام لتاكسس قد رفع الثلاثاء الماضي دعوى قضائية من أجل إبطال النتائج الانتخابية في أربع ولايات متأرجحة فاز بها بايدن بدعوى أن هذه الولايات قامت بإدخال تغييرات على إجراءات الانتخابات بسبب الوباء وهو الأمر الذي انتهك القانون الفيدرالي حسب تعبيره في المقابل أكد الفريق القانوني للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن قاضيا فيدراليا رفض دعاوى لحملة ترامب تسعى لإبطال فوز جو بايدن في ولاية ويسكنسون وكانت المحكمة العليا في ويسكنسون قد وافقت على الاستماع إلى الحجج القانونية في الدعوى التي رفعتها حملة ترامب وسعى الفريق القانوني لترامب إلى استبعاد أكثر من 200 ألف بطاقة اقتراع وإبطال فوز بايدن بالولاية وينضم إلينا مباشرة من فروريدا الآن تيم كونستنتاين نائب رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايمز أحييك تيم كما أحيي ضيفي مباشرة من واشنطن الدكتور محمد الشرقوي أستاذ تسوية النزاعات بجميع جو بيسون أحييك دكتور ودعني أبدأ مع تيم المعركة بدأت الآن تدوينة تغريدة للرئيس الأمريكي ترامب ما الذي يقصده بالمعركة هناك الكثير من الثرثرة التي تأتي من دونال ترامب فلو كان الأمر بيدي لفضلت أن يكون ترامب هو الرئيس لأربعة سروات أخرى وليس جو بايدن ولكن ما نراه هو الآن مجموعة من القضايا التي تتضمن بعض المسألة القانونية ولكن لا توجد أي أدلة كبيرة ولا يوجد أي شيء يمكنه أن يقلب نتائج الانتخابات لكنه يتابع تكرار هذا الأمر ولكنه يفصل في تقديم الأدلة وبالتالي عندما يتحدث عن المعركة قد بدأت الآن أظن بأن هذا فقط محاولة للتواصل مع مشجعيه أو مناصريه بأنه لم يستسلم ولكن حقيقة الأمر أنا لا رأيت مسارات قانونية مشروعة أو أي طريقة دستورية لعكس إرادة الشعب لقد كانت هناك انتخاب أنا شخصيا لا أردت أن تكون نتائج مغايرة وكنت سأقبلها حتى لو كانت مختلفة لكن أظن بأن الآن المحكمة قد بثت في هذه المسألة أظن بأن ترامب يواجه وقتا عصيبا في تقبل نتائج الانتخابات ولكن أظن بأنه أي خيارات أخرى لكن اسمح لتم البعض يرى أنه ليست من الشجاعة ما يقوم به ترامب الآن الشجعان فقط من يقومون بالاعتراف بالهزيمة أو بعدم التشكيك في العملية الانتخابية برمتها على الرغم من أن كل الدعاوة القضائية أو معظمها حتى الآن قد رفضت هل تعيد في هذه اللحظة التفكير في أن ترامب على ما يبدو لم يكن هو الأفضل بعد ما أتى به خلال الأيام القليلة الماضية هناك طبعا شقين للإجابة إذا كنت أنت في انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وكنت تؤمن بأن كان هناك تزوير أو أي مخالفات فهناك مساحة للذهاب إلى المحكمة وإثبات هذا لا شيء خاطئ في طرح السؤال أو رفع قضية ولكن دونالد ترامب رفع القضايا دون أدلة تدعم مزاعمه وبالتالي من دون تلك الأدلة وكما أشرت أنت فهو يرفض برغم من هذا هو يرفض التقبل النتائج وسوف يشتكي ويبقى الشك ويبقى يشتكي حتى نهاية حياته ولكن حتى أيضا لا أنا ولا أنت ولا أحد شخص آخر يمكنه أن يرى أي أدلة على ما يزعمه أنا أتفق معك تماما هي ليست من الشجاعة بالمطلق وفي هذه المرحلة قد أصبح الأمر فيه نوعا من الغباء والطيش وطرح القضية القانونية هي أمر ولكن رفض قبول النتائج بعد أن مضى في الأمر القانوني لأنه لا يعجبه هذا أمر فيه نوعا من الطفولية ابقى ما يتم دكتور الشرقاوي على ما يبدو أن ترامب يريد أن ينقل المعركة من ساحات القضاء بعد فشله في إثبات تزوير حقيقي حدث في العملية الانتخابية إلى الشوارع لدعوة مناصري أن ينزلوا للشوارع إلى واشنطن في محيط البيت الأبيض هل تعتقد أنه سينجح في معركة الشارع بعدما فاشل في معركة القضاء أم لا؟ لا تبدو هناك مؤشرات حقيقية على أنه سينجح في المحاولة التانية محاولة تأجيج الرأي العام وخروج مؤيدي إلى الشوارع بمعنى استعراض القوة وإن حدث هذا بأحجام ضئيلة يعني جماعات عشرات ومئات هنا وهناك ما كان الحال بحوالي خمسين ألف عندما جاء إلى واشنطن قبل أسبوعين لا أعتقد أنه يغير حتى أو يحدث أي تأثير حقيقي حتى على الرأي العام المشكلة الآن أنه يترنح يخسر المصاري القانوني يخسر الرأي العام ويخسر أيضا حتمية ثالثة وهي أننا الآن بعد يوم الخميس أجمعت الولايات الخمسون على أن الفائز هو بايدن سيتأكد هذا بعد غدنا لاثنين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي لكن للأسف يبدو أن ترامب يعمل بمنطق أنه يستطيع إحياء الموت من القبور هذا موت قانوني لادعائه بحدود تزوير أو تلاعب لكنه يعتقد أنه يستطيع أن ينفخ فيه روحا بطريقة أو بأخرى المسألة أصبحت تقريبا شبهة عبثية الخسارة الأخرى أيضا التي بدأت تظهر الآن أنه يخسر القضاء يخسر الرأي العام ويخسر وسائل الإعلام لم تعد أغلب وسائل الإعلام المؤثرات تهتم أو تكتارت بتصريحاته وبمقابلاته أو تغريداته أصبح الآن في منطقة تهميش متنامية وأعتقد أنه ربما سيخسر المزيد في هذا الاتجاه كلما أثر على أن هناك تلاعب أو أن هناك تواطع من قبل الحزب الديموقراطي وحكام الولايات إلى أن يقتنع بشكل أو بآخر بأنه خسر متى سيقتنع دكتور؟ يعني متى سيعلن ترامب أنه هزم في الانتخابات ويتقبل النتيجة ويذهب إلى بايدن أو يحدث حتى تلفونيا ويهنئه بالفوز؟ هذا يتوقف على الجدلية مفتوحة لا نعلم كيف تكتمل هي الجدلية أنه عندما يخرج من البيت الأبيض ويواجه مجموعة من الدعاوة والملاحقات القانونية بشأن الضرائب التهرب الدريبي في المقام الأول أيضا القروضة التي حصل عليها من الخارج طبيعة علاقته مع روسيا ومع دول أخرى من ناحية أخرى يتوقف الأمر أيضا على مدى قبول القيادات التقليدية في الحزب الجمهوري بأن يظل هو الزعيم السياسي للحزب أي أنه يسعى أن يكون هو بمتابة رئيس حكومة الضل بموازات حكومة بايدن أعتقد هذه الجدلية بين داتية ترامب وما يقتنع به من خلال المرحلة ما بعد البيت الأبيض وأيضا تخطيط الجمهوريين مستقبلا باتجاه انتخابات 2022 في الكونغرس انتخابة الرئاسة عام 24 هذه هي الجدلية التي ربما ستبعد الفكرة من دهنه على أنه خلاص انتهى لكن دكتور ممكن العكس البعض يقول أن ممارسات ترامب في النهاية تصب لصلاحه إذا فكر بجدية وعلى ما يبدو أنه يفكر في انتخابات 2024 باختصار هل هذا صحيح؟ لا أميل إلى إعادة نصخ التاريخ الأمريكي أهم في التاريخ السياسي الأمريكي أن لديه دينامية وحركة إلى الأمام دائما يبحث عن دماء جديدة في السياسة في الأفكار وأعتقد أن الحزب الجمهوري واللاد لا يقف عند عقم ترامب فيما حدث على مستوى خسرته في الانتخابات هناك جيل جديد من الجمهوريين الذين يبحثون عن معركة بأدوات وبوجوه سياسية مختلفة لذلك أرى أنه ربما هو هذا الطرح نوع من الماضوية السياسية ولا يتسق مع طبيعة التحول والتطور المتضفق نحو الأمام وأعتقد بيننا والـ 2024 زمن سياسي كبير أكثر مما نتصور بمعنى أربع سنوات ستحدث الكثير من المنعرجات ولا شك أن المنعرج سيترك فيه ترامب دون عودة إلى المصرح السياسي شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات بجماعة جورجي ميسون كنت معي مباشرة من واشنطن وسؤال أخير لك تيم فيما يخص أداء ترامب الحالي الممارسات التي يقوم به هل تصب في صالحه إذا فكر في الترشح تغيبات رئاسة 2024 أم لا بادي إذا كان سترشح في انتخابات 2024 فلا فرصة له منذ نظري لأن يفوز هو قد يظن بأنه قد يفوز ولكن وقم أشار ضيفك الآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمضي قدما قبل أربعة أيام كان هناك تكاهنات بأن هلالي كلينتون سوف تترشح مجددا في العام 2020 ولكن بعد ستة أشهر هلالي كلينتون نسي أمرها من قبل ومضى الحزب الجيمقراطي قدما ونفس الأمر ينطبق هنا على دونالد ترامب مع مغادرة دونالد ترامب المنصبه وكرئي سواء المتحدة الأمريكية سوف يبقى هنا لك من هم معجبون فيه ولكن كل النفوذ الذي يمتلكه سوف يذهب حتى أن حتى الأمر من الاهتمام من تيد كروز أو بور رايان أو غيرهم من أساس الشباب الأكثر ديناميكية سوف ينسون أمره ويمضون قدمه أنا ما أظنه بأن دونالد ترامب هو يبحث في ما سيقوم به الآن بعد الرئاسة وعبر مهاجمة الإعلام بشكل مستمر وعبر القول بأن الحقيقة لم يتم بثها هذا لن يخدمه إذا كان سينشئ شبكة إعلام خاصة به حيث أنه يزعم بأن ما يقومه لصالح الشعب الأمريكي ولكن إنما لصالحه إذا كان ما يقومه لصالح الشعب الأمريكي هذا ما يحاول أن يؤسسه الآن بالقيام بما يقوم بإعلام وبالتالي هل هي في صالح ترامب؟ لا ليس من ناحية سياسية لكن من أجل مستقبله الأعمال مستقبل أعمال خاص به ربما تيم كونستنتاين نائب رئيس تحريص صحيفة واشنطن تايمز كنت معي مباشرة من فلوريدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا